لم تشفع الطفلة ميمو لوالدتها تمارة فوالدها لم يتوقف عن ضرب الأم حتى بعد ولادتها هذه بعض من الأثار المتبقية على جسد تمارة بعد محاولة قتل فاشلة جراء العنف الأسري الذي تعرضت له لم تكن هذه المرة الأولى التي تقع فيها تمارة ضحية عن في زوجها لكنها المرة الأولى التي تمكنت فيها من اللجوء إلى القانون للحصول على قرار بحمايتها فقانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري أقر قبل شهرين فقط في لبنان وبسبب هذا القانون نجحت تمارة بالانتقال إلى منزل عائلتها بعد توقيف الزوج بجرم الضرب المبرح ومحاولة القتل بنصحهم ما يعملوا مثله يعني من أول مرة بينضربوا يفلوا أو يحكوا ما يسكتوا لأنه أنا سيني النص عانيت لأنه سكتت وخفت يعني إحكي هذا القانون صدر بعد أعوام من النضال النسوي في لبنان وبعد سلسلة من الجرائم التي وثقها الإعلام منذ عام 2010 ليصل عدد النساء اللواتي قتلنا على أيدي أزواجهن أو أقرباء لهن إلى 27 امرأة خلال أربعة أعوام ولكن وبحسب جمعية كفا المعنية بحماية المرأة فإن هذه الأعداد هي أكبر بكثير والقانون على الرغم من أهميته إلا أنه يعاني من نقاط ضعف تعمل كفا وغيرها من الجمعيات على معالجتها ربطوا سن الحضاني بأرار الحماية بالتالي المرأة اللي عم تتعرض للعنف كانت هي أغلب الأسباب لبقاءة بحالة العنف هي أنه بدأت تبقى أحد أولادها هذا ولا يؤتي القانون الحق للمرأة بالطلاق على الرغم من تعرضها للضرب المبرح لا تزال أمام الجمعيات المعنية بحقوق المرأة وحمايتها السلسلة مطالب أقلها حق حصول المرأة على الطلاق في حال تعرضها للضرب المبرح من بيروت غنوية تيم العربية